وردا على تراجع أوضاع السياحة في مصر أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبني العديد من السياسات والتدابير الهدفة إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وذلك من خلال العمل على عدة محاور أبرزها زيادة الاستثمار الخاص في القطاع وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي خاصة بعد تأثر السياحة العالمية سلبا بسبب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كما أوضح المجلس أن مصر تستهدف مضاعفة عدد رحلة الطيران والمقاعد القادمة بمعدل ثلاث أمرات حتى 2028 هذا فضلا عن زيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح ما بين 30% وحتى 35% مؤكدا السعي من خلال خطة عمل قصيرة المدى لزيادة الددفق السياحي واستقطاب أكبر عدد من السائحين من أوروبا خاصة في ظل الظروف الاستثنائية خلال موسم الشتاء القادم ترجمة نانسي قنقر